لكل منا من اسمه نصيب وللمهندسة نهيل الجواهرج ابنتي الخمسة والعشرين ربيعا نصيب من اسمها أيضا فبعد سنوات من البحث عن عمل في مجال الهندسة المدنية دون جدوى قررت أن تستغل ما تعلمته من أخيها الأكبر وما تمتلكه من موهبة وفن وذوق في صنع مشروعها الخاص فكانت مجوهرات نهيل هواية وأنا بحب هذا المجال بتصنيم أي شيء مجوهرات، إكسسوارات، ملابس، أشغال يدوية وحرف أي شيء من شغل بالإيد لكن اللي كان حطني في هذا الموقف أنه أنا ما لقيت أصلا وظيفة مناسبة بمجال تخصصي أو أشيء قريب من مجال تخصصي في المجتمع عندنا المحلة أنه بصد صعب وأنه بينات تكون سائقة الشغل نصيب يعني فإذا ما لقيت نصيبك في تخصصك أكيد هو موجود في محل تاني أنت عليك البحث يعني شو أنت بتحب شو أنت ممكن تعمل شو قدراتك بأبهى الزخارف العربية والإسلامية والكلمات الوطنية زينت نهيل مجوهراتها وبأسلوب تعلم هي نفسها جيدا أن قلة قليلة من أصحاب الحرفة يتقنونها فجذبت بخفة يدها وإبداعها عاشقات الحلي أغلب شغلي أنا على أشياء عربية زخارف إسلامية أشعار كتابات أمثال أو آيات قرآن من هذا المنطلق العربي بشوف أنا أشياء أحابة وببلش بالتصميم أنا الشغالة عليه أني أنا أوصل براند أو ماركة فلسطينية للعالم أما أختها نهواند فلم تكتفي بدعمها وتشجيعها معنويا حيث أصرت أن تكون إلى جانبها خطوة بخطوة تتعلم منها وتساعدها ولا تتوقف عن بث روح المرح والدعابة في أجوائهما فتظل تناديها بالمعلم نهيل هي مبدعة متميزة عنا في كل العالة حاولت أدعمها بكل الطرق اللي أقدر عليها من الأول أنا كنت مؤمنة بموهبة نهيل بمقدرة نهيل أنها توصل لأشي كبير تحقق إنجازاتها وحلمها وطموحها صرنا تيم واحد في الآخر عندنا طموح مشترك أن نوصل لأشي مميز بهذه الصنعة دعمتها بكل إشي بقدر أعمله علمتني كتير أشياء بهذا المنشار شقت نهيل طريقها وعلى هذه المجوهرات لمعت أحلامها في خطوة جريئة رسمت بها مسار آخر لتحبط كل محاولات البطالة التي حاولت أن تصطادها من مشغل نهيل بمدينة رامالله وفا عاروري تلفزيون وطن ترجمة نانسي قنقر